توسيعة شوارع بؤر استطانية واختارات وهدم لمنازل المواطنين وتضييق مساحة البناء العمراني وسلب الاراضي في منطقة الريف الغربي لبيت لحم اضافة الى جدار توسع عنصري عزل الريف عن المدينة هي اجراءات يستخدمها الاحتلال لتكريس سيطرته وفرض وقائع جديدة على الارض مش اراضي في مناطق بيما انت عارف يعني كلها مبنى عليها واي مباني توسع وفتح طرق وتوسيع المخطط الهيكلي وشبكة الطرق في المنطقة شبه معدومة والهجمة الاستطانية موجودة حاليا في الريف الغربي شريسة جدا اي بناء بتم عمله في مناطق سي على الفور يتم التحرك كان يكون انضار يكون اسبعين وواحد عشرين يوم وعشر ايام الان هي امور فورية لا تدعد 96 ساعة يكون وزالة المبنى من الوالجة شمالا الى بيت اسكاريا جنوبا مرورا ببتير وحوسان وواد فوكين ونحالين والجبعة والخضر يتعرض المواطنون الى انتهاكات وجرائم لكسر صمودهم من خلال التضييق عليهم في كافة مناحي الحياة المشهد الذي سيحصل في الريف الغربي او ما سيكون عليه الريف الغربي هو بداية سيكون في الواجه لان الواجه هي المدخل الى هذا الريف يعني في محاولة لتقليص على السكان في المنطقة وتشهد السكان من القرية والتضييق عليهم لا يكفي انها محاطة بجدار فصل عنصري اكثر من 75% من محيطها ولكن توجد حتى اطماع لبناء مستوطنا جديدة في اللي هي ما يسمى هارجيلو با في منطقة غربية من والجة المطلة على باتير اما عن المستقبل فالواقع الاستيطاني والاحتلالي من مخاططات واجراءات متسارعة جعلته قاتما واصبحت القرى والبلدات في الريف معزولة عن بعضها ايضا واضح جدا انه استهداف او وتيرة تسارع وتيرة استهداف الريف الغربي لمحافظة بيت العام بتزايد وبتسارع واضح ومستمر من الولجة للجبعة سيكون في عزل تام لهذه المنطقة تزايد عدد المستوطنين في هذه المنطقة الاستهداف المستوطنين للاراضي الثابت ملكية للفلسطينيين كل هذه مؤشرات تشير على انه في استهداف لهذه المنطقة وفي الاوينة الاخيرة بات الاحتلال يستغل قوانين وضعها لسرقة اراضي المواطنين والاستيلاء عليها لضمها الى المستوطنات الجاثمة على اراضي الريف الغربي من بيت لحم هذا هو المدخل الرئيس المؤدي الى منطقة الريف الغربي لبيت لحم وفي لحظات يتم اغلاقه من قبل الاحتلال ومنع حركة المواصلات والمرور من خلاله لكن الخشية من سعي الاحتلال الى اقامة حاجز بعد انهاء مراحل العزل عن المدينة ومنع المواطنين وحصارهم في منطقة الريف الغربي هاني فانون تلفزيون فلسطين بيت لحم